الممثل الممثل الفاشل الممثل الذي ليس له سيرة ذاتية اذكرها كنبارس اسمه محمد شمان محمد شمان عبارة عن واحد كان معاه باكردوس تجارة يمكن اشتغل محاسب راحة السعودية ورجع مع وصول اخوان 2012 شعلق معهم يعني كان عمل نفسه فنان الجماعة او اراجوز الجماعة او كنبارس الجماعة وشفناه في اكتر من فيلم واكتر من مسلسل كان يعني محدود الموهبة لكنه واسع الخيال ظن نفسه انه هو عايز يعمل فن اسلامي دراما اسلامية كوميديا اسلامية وطبعا الاخوان هم الذين ابتدعوا كل هذه الافكار الشيطانية بيلونوا الاسلام بحسب مصلحتهم عايزين فن ومصرح يبقى مصرح اسلامي يبقى فن اسلامي يبقى دراما اسلامية يبقى اوسكار اسلامي كل الكلام ده فجابوا مجموعة من المرتزقة قربوهم منهم كان منهم محمد شمان وهشام عبد الحميد وهشام عبدالله وعمر واكد وخالد ابو النجا خماسي الفن الاخواني الاسود يعني لو احنا انا امنح هؤلاء جائزة اوسكار او زعفة اوسكار السوداء لانه بيمثله نقطة التقاء فني لجماعة قاتلة لجماعة لا تعرف الا السواد لا تعرف الا القاتل محمد شمان خرج علينا امس على صفحته وقال الحقوني 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 ايه يا سيدي قالك القوات الامن المصرية قامت باعتقال اخوي وابني واسرتي وانا احذرهم بضرورة الافراج بسرعة عنهم لانه هذا سوف يكون له نتيجة وخيمة على الدولة المصرية كلها وقعد يهدد محمد شمان من تركيا زي ما احنا شارفين الصفحة الرسمية للفنان محمد شمان امبارح الساعة واحدة وتسع دقائق بالليل انقذوا اسرتي من الموت البطيء بتاريخ 13 براير 2020 قامت قوات الامن باعتقال نجلي احمد وشقيق فؤاد واخفاءهم قصريا لعدة ايام واسم الى اخره نفس الاستوانة الاستوانة المشروخة اللي كتبها محمد شمان على صفحته بسرعة الجزيرة خارت هذا الكلام وبرأت تباروس فيه وتقول الجزيرة ايه الممثل شمان يناشر التدخل للإفراج عن نجله وشقيقه اللذين اعتقلت هما السلطات المصرية الجزيرة عايزة جنازة وتشبع فيها لطن محمد شمان الكمبرس الفاشل وصفحته بتتلقفها قناة الجزيرة المسمومة العميلة اللي انت عايز تقول فيها كل اللي انت عايز تقول من مبيقات قوله وفجأة الرجل بيحاول ان هو يدقوا على اوتار القلوب اعيالي وبيتي واسرتي وانا والحقوهم في مصر الحقوهم هيضيعهم يا ايها الرجل الرقيع يا ايها الرجل الرقيع يا ايها الرجل عديم الرجولة عديم المروءة عديم الانسانية عديم الدين عديم الوطنية واحد لا يتسب ولا يتصف الا بالرخص رخيص وهيمثل رخيص وهو يجذب رخيص وهو يبيع وطنه رخيص وهو يبيع اولاده وابنائه ورخيص وهو يجذب رخيص حتى في كذبه بيحاول انه يمثل بيحاول انه هو يستخدم مهاراته التمثيلية في اتهام الدولة المصرية بانه إلحق ولادي